بعد نحو شهرين من الغياب الذي سمح للكثير من الشائعات والأخبار المضللة بالانتشار ظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقطع فيديو خلال فترة علاجه في ألمانيا من أجل طمأنة الشعب الجزائري عن صحته بحسب قوله بعدي عن الوطن ليس معناه نسيا الوطن ظهور الرئيس الجزائري شكل مؤشرا قويا على استمرار مسار السلطة بما في ذلك حكومة عبد العزيز جراد التي اكتنفها الغموض خلال الأسابيع الأخيرة لا سيما في ظل التسريبات عن تعديل حكومي معمق تعطل بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس وبعيدا عن السيناريوهات المتداولة في المشهد الجزائري حول مصير ومستقبل البلاد في ظل شهور رئاسي جديد أعاد إلى الأذهان ما كان عليه الوضع في البلاد نهاية عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومن الناحية الرسمية لا يزال تبون يمسك بزمام الدولة رغم أنه لم يمارس أي من صلاحياته منذ قرابة الشهرين ولم يوقع على قانون المالية لسنة 2021 أو مرسوم إصدار الدستور الجديد المشروع الرئيس لبرنامجه الانتخابي وعلى الرغم من تمرير الحكومة قانون المالية للعام الجديد إلا أنها وجدت نفسها أمام انتقادات حادة أضيفت إلى قدراتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها البلد إذ لا تزال العديد من القطاعات الاقتصادية والخدماتية بعيدة عن تطلعات الشارع الجزائري حتى بعد مرور عام على حكومة تبون ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن البلد قد يشهد انكماشا اقتصاديا بنسبة كبيرة مع نهاية العام فضلا عن عجز الميزانية الذي يعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة أما خبراء الاقتصاد فقد أكدوا أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز بما في ذلك طبع العملة وأن اللجوء إلى التمويل الخارجي سيكون حتميا في الأيام المقبلة على الرغم من نفي الجهات الحكومية لذلك